نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتوا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واقولوا قولاً سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما أما بعد فأن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكل كل مقبضات الله نحن 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 نساءه نسألنا الله من نسخنا ونسخنا ونسخنا من الذين يتسرعون للأسفل ومن الذين يتسرعون للأسفل ونسخنا بأنه لا يوجد فرشب بسيطة الله وليس بلا أحد ونسخنا بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو سلاح والمسجن يا إبناء الذين يتبعون بالله تأكد الله في طريق الذي يجب أن يكون تأكدون والدارة الإسلام بمعارة ومع عملية إلى الله يا رب العبورة ، يطلق الفيح الذي يشبه من شخص أحده ، أنه يشبه منها ، ومنها يشبه عزيزه ، والذين يشبه من عيه ، ومنها يشبه من عزيز ومميعت سيمة . يجب ان يشبه أن الحكة ، من الأول وهكذا بعض المعلومات ، يتقذ المقامل ، أمامكم. بياذا الله ، يدعمك أن تنظر علىك . يا رب العلم ، يقول الله ، يقول البحث ، إذا أقوموا منقبتك ، و سنقفحك من البناء. و يجلبكم الله وتحينه يمنح النفو العمل وسلم أيها الأعداد إلي Liquid نظرتنا السبيل apostleنا وكفتحات الأجاية في نفس الوقت تضاوية مايع يعتوى الاجيه في إسلام حين كل س poorest قد يعتوى الإسلام وكل تضاوى الاجيه في الإسلام من لكن كل passionate السبيل sẽ 향دي إلى shell لإنهام. أخيتي وإنسان في الإسلام، الله عز وجل أخبرنا في القرآن وَتَزَوَّدُوا فَأَنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَى وَالتَّقُونِ يَا أُلِي الْأَلْبَابِ الله عز وجل يستثمرنا وَتَزَوَّدُوا يمتعني عندما يحيط في فريقه يجب أن يأخذ طريقه على أحيانه ويجبه الله عز وجل يقول لنا لفريق الثاني يجب أن يأخذ طريق الثاني لفريق الثاني and this provision that you need for the hereafter is taqwa, piety fearing Allah عز وجل fearing Allah تبارك وتعالى fulfilling the duties of Allah تبارك وتعالى the taqwa and the taqwa as was described by Ali ibn Abi Talib رضي الله عنه when he was asked about the meaning of taqwa and he said الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضى بالقليل والاستعداد ليوم الرحيم to feel the glorified one to feel Allah تبارك وتعالى والعمل بالتنزيل and acting upon revelation والرضى بالقليل and to be content and pleased with the little provision from Allah تبارك وتعالى of whatever Allah provides for you والاستعداد ليوم الرحيم and to prepare oneself for the day for the day of departure the day when you leave this world and facing the akhirah and as well he said رضي الله عنه مَلْعُونَةٌ هَذِهِ الدُّنْيَا وَمَلْعُونُ مَا فِيهَا إِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ وَمَا وَالَهِ أَوْ عَالِمٌ أَوْ مُتَعَلِّمٌ he said رضي الله عنه this dunya this world is cursed and everything in this world is cursed except remembrance Allah and what is similar to that or a scholar someone who teach people or as someone who learns who learns Islam so this is what is only not cursed remembering Allah and seeking Islamic knowledge and teaching the knowledge to the people so that's why my brothers and sisters in Islam our Prophet صلى الله عليه وسلم he said in a hadith مَن يُرِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينَ whoever Allah wanted goodness for him oh here Allah will give them the understanding of Islam the understanding of the faith of Allah tabarak wa ta'ala and that's why our Prophet صلى الله عليه وسلم he mentioned in a hadith خَيْرُكُمْ مَن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ the best one amongst you are the worst ones who studied the Quran and taught the Quran the book of Allah and the knowledge of Islam so that's why my brothers and sisters in Islam learning Islamic knowledge it is one of the best deeds that the person could do in this dunya and as well it is the shortest path to Jannah as many a hadith of the Prophet صلى الله عليه وسلم where our Prophet صلى الله عليه وسلم he said in a hadith and here the hadith of the Prophet صلى الله عليه وسلم he said مَن سَلَكَ طَرِقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِقًا إِلْجَنَّةِ whoever went in a path to seek Islamic knowledge then Allah عز وجل will make for him a path that path which is easy for him to get to Jannah so that's why it is the shortest way to Jannah and the Prophet صلى الله عليه وسلم continued وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضَ الْمِطَعْلَ بِالْعِلْبِ that even the angels will lower their wings out of humbleness because they are pleased of the person who seeks Islamic knowledge and the Prophet صلى الله عليه وسلم he said وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ and even the scholar that everything in the heavens and everything in earth seeking forgiveness for the person of knowledge and the Prophet صلى الله عليه وسلم continued حَتَّ الْحِيْتَانُ فِي الْمَاءِ and even the fish in the sea وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِرِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَارِ الْكَوَاكِبِ and the favor of the scholar for the ones who are worshippers and here that's why the Prophet صلى الله عليه وسلم he distinguished between someone who is a scholar and someone who is very active in worshipping Allah He said the difference between them is like the difference between the night of the full moon compared to other nights وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَتُ الْأَنْبِيَاءِ and the scholars they are the inheritance of the prophets of Allah وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يَوَرِّثُوا دِرْهَمًا وَلَا دِنَارًا and the prophets of Allah they didn't give for inheritance neither dirham nor dinaar وَإِنَّمَا وَرَّثُ الْعِلْمِ they didn't live for inheritance neither gold nor silver they left only for inheritance only the knowledge of Allah فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَضِّ الْوَاتِرِ whoever took it he took a great fortune so that's why my brothers and sisters in Islam Allah Azza wa Jal has favoured those ones who seek Islamic knowledge in this dunya and in the hereafter where Allah has stated in the Quran شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ وَالْمَلَايْكَةُ وَأَوْلُوا الْعِلْمِ قَانًا بِالْقِسْطِ لا إله إلا هو العزيز والحكيم Allah Azza wa Jal is saying Allah Azza wa Jal is saying that there is none worthy worship except him alone with no partner and the angels testified and the people of knowledge according to their levels and here Allah Azza wa Jal is saying that he is upon justice Tabaraka wa Ta'ala none worthy worship except him Tabaraka wa Ta'ala he is all mighty, all wise Allah Azza wa Jal doesn't need anyone to testify with him Tabaraka wa Ta'ala he is sufficient but yet Allah Azza wa Jal has honored the angels to testify for him and honored the people of knowledge from the prophets of Allah and the messengers of Allah all the way to the ones who seeks Islamic knowledge they will testify that Allah Azza wa Jal he is the only one worthy worship Tabaraka wa Ta'ala with no partner and he is upon justice and if he decide for the people to go to Jannah because of his justice and his mercy and if he decide Tabaraka wa Ta'ala that for people to go to go into hill fire that because of his justice Tabaraka wa Ta'ala that's why my brothers and sisters in Islam Allah Azza wa Jal mentioned in the Quran قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون are those ones who are those ones who knows similar to those ones who doesn't know and Allah Azza wa Jal as well mentioned in the Quran as well about the status of the people of knowledge according to their levels their levels of knowledge in Islam and Allah Azza wa Jal mentioned in the Quran giving comparison for those ones who knows and those ones who doesn't know Allah stated in the Quran أَفَمَنْ يَعْلُمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقِّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُوا أُلِلْأَلْبَابِ are those ones who knows what has been revealed to you Muhammad is the truth from Allah Azza wa Jal is it are they those ones who are like someone who sees are they equivalent to those ones who are blind who couldn't see the only one who reflect those ones with the right intellect subhanAllah and Allah Azza wa Jal stated in the Quran أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدًا أَمَّا يَمْشِي سَوِيَرْ عَلَى صَلَاطُ الْمُسْتَقِيمِ are those ones who are misguided they go مُكِبًّا عَلَى وَجْهِ that they go all over the place are those are they similar to those ones who are who are following the straight path the right path Allah Azza wa Jal is giving all these comparisons for us to ponder that Islamic knowledge and the knowledge of Allah Azza wa Jal will elevate people in this life and the hereafter and Allah Azza wa Jal Allah Azza wa Jal have his mercy will encompass them with his mercy and blessing in this life and the hereafter and all of us until now we remember the sahaba of the Prophet صلى الله عليه وسلم we remember the tabi'een and the tabi'e tabi'een no one will read a hadith except to remember أمير المؤمنين الحديث أمير المؤمن الحديث البخاري رحمه الله no one will open a hadith except we'll remember him and we'll say ما الله عدل هبير سيأتونهم no one no one will study fiqh except we ask forgiveness for the three for the four imams رحمهم الله imam imam Malik imam Abu Hanifa imam 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 Ahmad all of them we keep asking Allah Azza wa Jal to encompass them with his mercy why because Allah Azza wa Jal raised their ranks in this life and the hereafter because of the knowledge that they gained and because of the knowledge that they were surrounding surrounding they were surrounded with that knowledge and as well because of the knowledge that they have delivered to the people to educate them to educate them to save them from the hellfire in order for them to gain Jannah so that's why my brothers and sisters we need to understand Allah Azza wa Jal favor those ones who are who seeks Islamic knowledge and it doesn't matter even if little amount of knowledge that you do little amount of seeking knowledge that you do at least Allah Azza wa Jal will put a blessing and baraka in it so you might be amongst those who will testify in the day of judgment that Allah Azza wa Jal is the only one worthy of worship and Allah Azza wa Jal that he is upon justice I will say I will say I will say and I will say be�stغفروه أنه هو وعنه هو وغفور رحيم Alhamdulillah والصلاة والسلام أتمان أتمان على محمد من عبد الله وعلى آله وصحبه وموالا Allah Azza wa Jal mention عند قرآن أبا 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 the Prophet صلى الله عليه وسلم قاله تعالى علمتك إذا أوجدك تجد تقريب ويستطيع تفلق لا تعرف الله تعالى ومعلك الله تعالى مع الله تعالى وفي الله تعالى الله تعالى ومعلك الله تعالى قاله أن الله تعالى The Prophet of Allah صلى الله عليه وسلم تعالى تعالى وَقَعَنَ فَضُّ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ووب buyers الله عز و جل من ي السل t واللهкра who are doing righteous deeds ذلك circularي الأخي والدخول على الدراسة في المحل يجب أن نفهم يجب أن نفهم أن! أنجر الكلم تحلي وهذا أحد الأمر مهمة جهة الله عز و جل حفاظ أحباً! وقام بما يؤمن الله عز و جل يحروجه جبريل عليل حروجه في فيه في حيوانيا في حالة الفيديو في بات الروفة صلى الله عليه وسلم وصل الى وصل منه وقال الروفة صلى الله عليه وسلم وهو لا يوجد حديث جبريل وتأتي وتأتي في صفحة الله عليه وسلم والصحابة كانوا يتسألون من هذا الشخص الذي يكون لديه عبارة جميلة جميلة في روحه وليس لا يوجد عبارة فيه وليس أحد من المدينة وإنه لم يأتي وتأتي وتأتي في صفحة الله عليه وسلم بعد ذلك يجدون والصفحة الله عليه وسلم تأتي هذا جبريل لأتي لتعطيك تفيد ويأتي ولم في صفحة اللهية وسلم فيماكن من الملحدة كانت في صفحة الله عليه وسلم 니ئت وعاء الهيئة كانت يش teriaل indigenous Pon nutritional وليس أحدهمende وفي صفحة الله عليه وسلم طالب socioex250 الكثير من هذا معitted ممنى يم bridge eternal الالديد وسلم كان من ي personnage يقول يهل يعد في صفحة الله عليه وسلم و لا يقاله في ممしたه أو على وجه diminish وقد قمت بطاقه له لده إلخاء سولى الله والآلت و أضعته على صفحة اسي هي ومعالراحة والمعنة من هناك الذي أرحب المساعدة الهولة القادمة بالحرابة للسلامة وقد أردت إلى الأصحابة وربما هذه الأشياء فبما لو نحاول المساعدة الأناهج على الله لذلك يجب نتكام بسطرةtense ويعجب نتكام بولاقيا وكذلك يجب نساء الله والمساعدة السلام هذا لذلك الأمر وبيسة الأسلام كل هذه الأشياء سيظهر لنا أن الله عز و جل يكون شيئا جميل وأن الله عز و جل يساعد بعض الناس عنه في هذا المنزل لذلك لذلك تحاول أن تفعل كما تفعل من أجل الإسلامية وإن تحصل على الإسلام المنمم من ذلك كما قالوا المعنوم من الدين بالضرورة وهي تحصل في الإسلام باحتاجة يعني أنك لا تستطيع الإسلام بحقًا 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 تعرف تبحيه تعرف صلاة تعرف صيام تعرف ززكات تعرف حتى لو أريد حج عندما تذهب حج لأن تعرف هذه التفاصيل من الحج يجب أن تعرف هذا ما يسمى إنه تعرف في الإسلام بحقًا أنه إن لم تفعلهم أنك تفعلهم لأنك تفعلهم لأنك تفعلهم عنهم لذلك لذلك تحاول أن تحاول على الأقل المنم وأن تحاوله لأجلهم وكما تحاول المنم من ذلك هو فاتحة وعلى الله عليه وسلم قال إن الله أمركم بأمر بملاكة قلسي فقال جل من قال إن الله هو ملاكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله نالله أمر بالأد والإحسان وإتهاء ذا القربة وينعن فحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكروا تذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزلكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر وأخذ الصلاة قد قارمت الصلاة قد قارمت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم